أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود وكالعادة عندنا فقراتين في البرنامج النهاردة عندنا فقرة مهمة جدا في فقرة اجتماعية سنتكلم عنها بعد شوية وكمان عندنا فقرة الأبراج إن شاء الله حاليسنا كل تليفوناتكم ومتصاراتكم على هواتف البرنامج النهاردة موضوعنا مهم جدا ويهم كل بيت مصري وبيت عربي أيضا المهم هو الموضوع هو التعليم وخصوصا بالنسبة للأطفال التعليم الأساسي اللي هو الكي جوان والكي جوتيو وكمان التعليم في المدارس الابتدائية وصولا للمدارس التنوية والإعدادية لكن النهاردة هنركز على التعليم الأساسي وخطوات التعليم والمناهج الدراسية المتطورة والأساليب الحديثة في التعليم عشان كده معايا النهاردة الأستاذ ناصر سلامة رئيس مجلس إدارة مدارس جرين سيتي الدولية أهلا وسهلا بك أستاذ صباح الخير ومعايا كمان الدكتور فاتن شهين المتخصصة في تطوير المناهج التعليمية ومدرب دولي صباح الخير دكتور أهلا سباح الخير أهلا وسهلا أستاذ ناصر يعني النهاردة عايزين نتكلم عن تطوير المناهج التعليمية بالنسبة للمراحل الابتدائية إزاي ممكن نطور المناهج التعليمية أو هل يعني في بعض التجارات حصلت بي الأمس والنهاردة على مناهج التعليمية للأطفال والابتدائية في البداية إحنا عايزين بس نعرف يعني إيه كلمة تعليم تمام من قبل كده كان التعليم يقتصر فقط أو مفهومه يقتصر على مجموعة معلومات أو مواد دراسية بيتم نقلها من الكتاب المدرسي إلى الطالب من خلال المعلم ده كان مفهوم التعليم في السابق الحقيقة دلوقتي التعليم مفهومه الحديث عام وأشمل بكتير من كده كان حقيقة دلوقتي بيركز على النواحي الطلبية للطالب كل جوانب الطالب التربية سواء كان جوانب سلوكية أو رياضية أو فنية أو ميول تركيز على النحية الإبداعية للطالب المشاركة مع زميله المشاركة المجتمعية والنواحي التعليمية بجانب ده فأصبح النهار ده مفهوم التعليم أعم وأشمل من قبل كده وده يتطلب حاجات كتيرة يعني ده يتطلب أدوات تساعده أو تساعد على إتمام العملات التعليمية بنجاح منها تطوير المناهج حاليا حقيقة الدولة بعد عقود عديدة من الزمن كان العملات التعليمية يعني ضعيفة جدا وتقتصر فقط على نواحي نقل المعلومة فقط دلوقتي المناهج الحديثة بتركز على كل الجوانب لتخص الطالب سواء جوانب نفسية سلوكية تشجيعه على البحث على التفكير على التأمل مش موارد معلومة بيحفظها ويندخل الامتحان يحطها في الامتحان وخلاص لا بقى الجوانب عادية تخص الطالب كل شيء حتى يقدر نخرج طالب قادر على التعامل مع المجتمع طالب مبدع طالب ليه دور إيجابي في المجتمع مش مجرد آلة خدت معلومات وبتحطها في الامتحان وخلاص يعني حضرتك النهاردة عفواً حضرتك النهاردة بتتكلم في اللي هي الجزئية بتاعت أنه إضافة المعايير السلوكية والإبداعية والمهارات الرياضية والفنية والكرياتيبي دي كلها مع العملية التربوية في المدرسة من الأساس يعني ما فيش اعتماد برضو ما فيش اعتماد كله على الأهل في الموضوع ده يعني مدرسة هي هتكون تقريباً هي يعني بيته التاني فعلاً المدرسة لابد أن يكون هناك مشاركة من الأسرة لإتمام العملية التعامية بنجاح ما أقدرش أقول المدرسة لوحدها لكن المدرسة لها مساحة كبيرة مع الطالب بتأثر فيه ولكن لازم دور الأسرة دور الأسرة في المتابعة والمراجعة والمشاركة لذلك أنا أقول لازم يكون في حلقة اتصال بين المدرسة وبين الأسرة طالب لو رايح المدرسة النهاردة عنده مشكلة المعلم هو أول واحد بياخد باله أن الطالب فيه النهاردة مختلف فيه عنده حاجة لازم يتم اتصال مع الأسرة يبقى فيه بحث ليه تطالب النهاردة جايه مش مبسوط ليه مش بيمتجاوب ومش متفاعل مع زميله يبقى ممكن يكون فيه مشكلة أسرية لازم هنا نترحى ونطلع على الصدق علشان نحل مشكلته وعشان نبقى طالب طبيعي متفوق مع زميله تمام دكتور فاتن حضرتك مدرد دولي يعني متخصصا في تطبيب المناهج أنا عايز أعرف لمحة عن منهج الأمريكان في التعليم وهل هو متبع في المدرسة بتاع الجرين سيتي ولا لا؟ أنا في الأول بس عايز أشكر حضرتك أنه يعني يعني سمحتنا بالفرصة دي علشان أنه الواحد لما بيعيش تجربة يعني نكحة بكل مقايصها بإذن الله طبعا وبيبقى كل أطرافها وفيه تكامل وفيه تجانس بينهم وبحي طبعا أستاذ ناصر على فكرة مش عشان حالان إحنا في تيم واحدة وأنا اتشرفت بأن أنا أنضم للفريق لكن هو بس نبزة سريعة جدا هو راجل طربوي في المقام الأول بيفكر خارج الصندوق قريدي عنده مدارس وكيانات موجودة على أعلى مستوى على فكرة من تقديم العملات التعليمية المتكاملة اللي بيكلم عنها بصرف النظر عن أن هي ناشنل أو لغات أو حتبقى إن شاء الله الانترناشنل للمدارس الدولية لأمريكان والبريتش أنا بس حبيت أدي المقدمة السريعة دي وبرضه ما وفيتش حق لأنه بجد مش أي حد في العملات التعليمية بزداد تقدر تشتغل معاه وتتكلم وعلى نفس المستوى يبقى فيه لغة مشتركة إنه فيه كواليتي لازم تتقدم يعني فيه نوع من الجودة لازم تتوفر بأي شكل ولازم يبقى فيه مراعاة المستويات العالية علشان يبقى فيه فعلاً عملية متكاملة تعليمية بتتقدم لك وهو الأساس هو أهم حاجة عندنا الطالب تمام؟ بجاوب على سؤال حضرتك المناهج الأمريكية عليها يعني حوارات كتير جداً ومشاكل كتير والناس بتتوه كتير في الموضوع وعندها بس سوق تفاهم أو سوق فهم لقصة التجربة تجربة المناهج الأمريكية للأسف الشديد هي مشكلة تطبيق من بعض المدارس وبعض أصحاب المدارس وإدارات المدارس وطبعاً لو أي حد بيسمعني يا إذا حد عنده تجربة مع المدارس دي هيبقى فاهم يعني إيه أو أصحاب المدارس دول نفسهم برضو فاهمين على فكرة هم مش متفاجئين خالص فهما للأسف اللي حطوا بصمتهم السيئة جداً على موضوع المناهج الأمريكي لكن ده ما يمنعش أنه في بعض المدارس الأمريكية في مصر في منطقة القوة وبتطبق أساليب التدريس والمناهج الأمريكية يعني زي ما قال الكتاب بس قليلة جداً فطبعاً الفكرة اللي متاخدة عن الأمريكان أنه الطالب الليعبي يروح أمريكان الطالب اللي مش ملاكس الموضوع السهل ومش بيستغل المذاكرة اللي عايز الدنيا تبقى سهلة وبسيطة والمدرسة بتوتيح هذا فأنا مش عايز أوجع دماغي كأم أو كوليد أمر أدخله أمريكان هدفع شوية فلوس زيادة شوية وهدخله أمريكان ورايح دماغي وتحصل الصدمة وتحصل الصدمة مش في مدارس بتعمل كده الصدمة بتبقى في آخر سنة وهو داخل الجامعة لأنه هو مش مؤهل خالص للتعامل مع الجامعة والحياة الجامعية مش مؤهل إنه هو يدرس مستوى أعلى منه الجامعة طبعاً معروف إنه مستوى أعلى فبالتالي الولاد دولة على فكرة وفي الوزارة يعني الموضوع معروف فيه ناس كتير ولاد كتير عندهم أزمة حالياً مخلصين الدبلوما الأمريكية بقالهم سنتين مش عارفين يدخلوا جماعات لأنه في مشكلة حصلت لهم في المدارس وهم بيخرجوهم لأن المدارس دي مش معتمدة أصلاً مش معتمدة أصلاً طيب أرجع على موضوع مدارس كرين سيتي الدولية بي تتميز يا أستاذ من ناحية المناهج من ناحية الأسلوب التعليمي تتميز بي عندك المدارس أود أعلق بس على كلمة الدكتورة فاتن فضل هي العملية التعليمية في المقام الأول هي عملية أمانة وضمير يعني المادة واحدة والنظام واحد لكن منها يطبق بأمانة وضمير يعني النظام الأمريكان هو فيه أعمال سنة وكذا المفروض أنه أنا مش بدي الطالب غيره اللي هو يستحقه نفس النظام برضه ينطبق على مدارس اللغات ومدارس بسفة عامة الطالب لدي ما فيه تكافؤ فرص بين الطالب ما ينفعش أدى حد أكثر من حقه سواء كان أعمال سنة أو حتى في انتحانات آخر السنة فيه تكافؤ فرص فيه شفافية كل واحد ياخد حقه فقط فيها في الأول في آخر عامية أمانة وضمير نرجع للموضوع المدارسة عندي الحمد لله مدخلين أحدث تكنولوجيا في العملية التعلمية ودي أحد المحاور الرئيسية لإتمام لعملية التعلمية بنجاح يعني مدخلين سمارت بورد أحدث سمارت بورد موجودة كل الكلاس فيها سمارت بورد كل الكلاس مكيفة الكلاس مساحته تقريبا أربعين متر الماكسمم لعدد الطلبة فيه خمسة وعشرين كل طالب لي سنجل ديسك لوحده اللي هي النسبة المعروفة الدولية اللي هي نسبة المعروفة الدولية اللي هي نسبة المعتادة عندي أربعة وثلاثين أنا أحط خمسة وعشرين فقط أقل من النسبة للمعتادة خمسة وعشرين طالب ده الماكسمم يعني فيه كلاس أقل من كده لأن الماكسمم خمسة وعشرين وكل طالب ليسك لوحده حتى يبقى يعني مش ملاصق لزميله عشان ما يبقاش فيه فرصة للكلام مع بعضهم أثناء الشرح عشان يبقى التركيز أكتر من ناحية الدراسة والمدرس يعمل كنترول أكتر بالضبط تمام كل كلاس فيه كاميرا مراقب كل مدرسة بالمداخل بالكوريدورز بالأفنية بالملاعب كل حاجة كل مكان فيه كاميرا كل كلاس فيه تكيف السمارت بورد دي بتختصر وقت بتعمل عملية إضاحة لأي مادة هتتعرض أسهل وأسرع ما فيش بقى التشوك للتبشيرة والحاجات دي ما فيش كلام لا خلص أيام زمان على أيامنا يعني السمارت بورد كل الألوان متاحة في موجودة الكتابة بسهولة جدا ممكن أي شيطي التيتشر يمجهزه يحط على الجهاز يظهر كل مرة واحدة على قدام الأولاد بدل من يكتب وضع في وقت تمام احنا تكلمنا في طريقة عرض المواد التعليمية وازاي أنه الصفوف الدراسية مجهزة لاستقبال الطلاب ايه اللي بتتميز فيه بالنسبة للمناهج عند المناهج اللي احنا بنطبق المناهج الحديثة بتاعة الوزارة اللي هي بدأت من سنتين بدأت من كيجي وان وكيجي تو برايمير وان سنتين برايمير تو هي طلع كل سنة بالتدريج سنة بتطلع المناهج اللي نزالة الوزارة احنا بنضيف عندنا مادة الهاييفل للإنجليش عندنا مادة جنرال نوليج للساينس الساينس المفروض يبدأ من برايمير فور من ربعة بتدائي تمام احنا لا بيبدأ عندنا من كيجي فمادة جنرال نوليج بعض المعلومات البسيطة بحيث ان لما يطلع يتصعد لبرايمير فور ما يتفجئش بمادة علمية صعبة تمام وعنده تمهيد السنوات اللي قبلها في عندنا مادة الكمبيوتر موجودة في كل الاكتيف دي زي الميوزيك التربية الفنية عندنا الملاعب يعني ما شاء الله يعني مساحات كبيرة مفتوحة مجهزة لكل الألاعب كل لعب الميوزيك عندنا التجهيز للمناسبات والحفلات كل المناسبات العامة في حفلات داخل المدرسة سواء عيد الطفولة المولد النبوي حفلة آخر السنة أنا والشو بنعمل آخر السنة حفلة عامة بيقوم بها كل طلبة المراحل المدرسة ونجد الفقرات بقى الدراما الكرال الاستعراضات حاجات بتبقى يعني بالنسبة للجميلة جدا تمام طيب أنا حبطل في نقطة المناهج الدراسية وأسأل الدكتور فاتن عن إزاي تشوفي مواكبة الأهل في البيت للمناهج الدراسية الحديثة يعني هل يحتاجوا تدريب هل فيه ورش معينة للأهل نفسهم عشان يعرفوا إزاي يوكبوا منهج الحديث بتاع التعليم ويقدر يوكبوا معهم يعني أولادهم أنا فعلا بعمل الموضوع ده يعني تقريبا معظم المدرسة اللي أنا فتحتها أو أن أنا كنت موجودة فيها أنا فعلا باهتم جدا أن أنا أعمل التدريب العملي للأهل المهمة قوي أن هما يكونوا مشاركني رؤيتي ورؤية المدرسة في الموضوع لأنه هما لو ما اقتنعوش هما هيسببولي يعني إعاقة جمدة فإن أنا أقدر أن أنا أنفذ أهدافي فأنا بعمل لهم فعلا تدريب وبفهمهم كل حاجة وبستوعب كل تساؤل أي تساؤلات بتخطر على بالهم في الموضوع ده الناس كتير بتبقى متخوفة زي ما قلت لحضرتك الموضوع البريتش أو النظام البريطاني ما فيهوش مشكلة الناس فهمة عشان الموضوع مرتب وماشي بخطوات محددة وكله معمم على كل المدرس فما فيش فيه مشكلة الناس بتبقى دايما قلق أنا من الأمريكان فأنا دايما الستاندرد أو المعايير المحددة اللي بتتنفذ دوليا أنا بنفذها عندي في المكان وده الحياة اللي بيميز المدرسة هنا مش عشان ما فيش مدرس بتعمل كده إلا زي ما قلت لحضرتك مدرس قليلة بس دي المدرس اللي عندها اسم وتاريخ بقالها 30 و40 سنة مفيش مدرسة جديدة بتعمل بتطبق المعايير التنفيذ وتطبيق المناهج والنظام الأمريكي بحزفيره أو يعني أو نقدر نقول 95% منه عشان برضو نحط نسبة إنه الكولشور مختلفة الدولة مختلفة بس في النهاية أنا بوصله إنه لو خرج من عندي من المدرسة النهاردة وحبي يسافر يكمل بار حبي يروح مدرسة تانية مختلفة أمريكان برضو أو بريتش على فكرة لأنه المنطق البريتش والأمريكان هي على فكرة كلها مسألة طرق تدريس مفيش مفيه والناشنال يعني عشان كده مستر ناصر هو بيتكلم على إنه هو بيطبق ده يعني هو بيطبق الشكل الدولي في المدارس اللغات وهو ده المطلوب مفيش حاجة اسمها أنا بطبق ده دي هي طرق تدريس أنا لازم أعممها وتبقى هي في التعليم الأساسي كله ثبتة وموجودة بشكلها يعني لازم مثلا أن أنا أوفر يبقى فيه قسم اللي بنسميه كاونسلر مش شرف مش اللي هي المشرفة اجتماعية لا هو دورها مش كده خالص هو دورها كاونسلر هي بتتهتم بمشاكل وبنفسيات وبالتعامل وببناء الشخصية للطالب أنه مثلا التغذية مش مجرد كانتين وكافيتيريا وفتحة وخلاص والناس تشتري منها وخلاص لأ ده بيبقى بيدوب أو بيتدخل مع العملية التعليمية يعني أنا في التغذية والكافيتيريا اللي هاتك بتشوفها في المدرسة دي دي هيبقى بداخلها علاقة ولنك بينها وبين الساينس مثلا علاقة بينها وبين الماث العلاقة بينها وبين الإنجلش بين الدراما يعني معايا حضرتك فهو كل حاجة بتتوظف علشان تخدم العملية التعليمية تمام عندي مداخلة تليفونية من أحد أوليها الأمور مدام فدوة الصباح الخير مدام فدوة علو مع الأسف انقطع الخط مع مدام فدوة معنا مدام عبير فضاليا عبير هلو علو صباح الخير تفضلي يا مدام علو صباح الخير صباح النور أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بس الصوت شوية مش سامع لينطلت علي صوت شوية علو علو يا ريت لو تواطي صوت التلفزيون لو سمحتي وتسمعيني من خلال التليفون مرسي أيوة تمام تفضلي ألو تفضلي السؤال حضرتك يا فندن مستر ناصر سلامة أنا بحيي جدا وأنا وليد أمر عنده ولادي عنده في المدرسة بس مش في جرين سيتي في المايل جاردن بصراحة يعني معلم فاضل وأب وأب وإنسان مشترم جدا وبصراحة بصراحة يعني أنا ولادي في المدرسة التانية اللي هي الأول مدرسة نايل جاردن بصراحة هو إنسان فاضل جدا وبيهتم طبعا بالتفاصيل الأخلاقية قبل التفاصيل التعليمية فأنا بشكره جدا يعني من خلال قناة حضرتك بشكره جدا 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 على على أنه لدنا أمانة بين إيدي بصراحة احنا مبسوطين جدا شكرا مرسي لحضرتك مرسي جدا مرسي لحضرتك طيب أرجع على نقطة تانية مهمة دكتور فاتل استخدام أنت عرفت أمريكا باستخدام المنصات أو البلاتفورمز في السوشيال ميديا أو السوفتوير خاص بالنسبة للمدارس بيحلوا واجباتهم يعني من خلاله بيجاوبوا على سئلة الامتحان بيعملوا نوع من التفاعل فيما بينهم مع المدرس ومع الطلاب أنفسهم هل ده موجود في جرين سيتي؟ طبعا هو على فكرة هو نقطة أساسية يعني هو يعني من أساسيات أنه يعني تجهيز المدرسة علشان تبقى يعني بتتعامل مع المعايير الدولية لازم يبقى فيه سيستم وصوفتوير وبرنامج متكامل علشان تفاعل الولاد مع المدرس مع السوبرفايزر مع الهد مع الأهالي على فكرة لأنه إحنا كلنا لازم نبقى زي بمعنى أنه بينزل للولاد التاسكات بتاعتهم أو المفروض الحاجات اللي عليهم يعملوها سوى زكات واجبات موعيد امتحانات على فكرة ممكن يكون فيه تاسك أونلاين يعود يحضروا في البيت ويبعثوا مثلا فيه داد تايم المدرس مثلا بيقول عليه بيقول لي آخر موعد لتسليم التاسك ده على الأونلاين مساء الساعة 12 بالليليوم الجمعة تمام فهو خلاص هو عارف أنه هو المفروض 12 بالليلي يكون يعني سبميتنج أو مقحاطة الكلام ده ده كل ده بيكونت طبعا بيتحاسب عليه في حضور بيتحاسب عليه نسبة الحضور نسبة تقديم التاسكات في مواعيدها ده بيتحاسب عليه لو مقدماش في مواعيدها حتى لو التاسكات مظبوطة بيتخصم منه درجات عشان هو مالتزمش بالمواعيد المظبوطة أنه طبعا قصة الريسيرش والبراجكتول للوقت موجودة علشان التعليم الزاتي احنا بنمي فيهم الموضوع ده علشان لما يدخل الجامعة هو ده طريقة واسلوب الجامعة فالمدرس يفضل يفضل كمرشد بتوصل أنه نسبة أهميته في العملية التعليمية لما الولاد يوصلوا جريد 11 لهاي سكول ليسا المراحل المتقدمة يبقى نسبة المشاركة 30% من المدرس وده ما يخوفش المدرسين لأن 30% بتظل يعني من غيرها برضو هم شايف يكمل فالمدرسين سعب بيخافوا أنه إيه ده كله أنشطة وكله كذا أنا فين دوري لا هو دوره هيفضل حتى لو وصل 5% لا هو دوره لأن هؤل بيرشد تمام تمام معانا وليت أمر برضو مدام ياسمين صباح الخير صباح الخير مدام ياسمين ياريت لو توطي صورة التلفزيون تسمعيني من خلال التلفون لو سمحت فضل تمام فضل يا فنم صباح الخير صباح الخير حقيقة أنا بيرانت في جين سيتي وآآ يعني بحي مستر ناصر جدا ومذكره جدا جدا على إدارته وقيابته المستميرة إحنا كبيرا تحسين إن إحنا أولادنا في إيد أمينة هو المستر بيطبق منهج الناشنال أنا أولادي في الناشنال وأنا حاسة أنه يعني نظام الجديد نظام التعليم الجديد هو بالفعل بيطبقه بقاله فترة هو كل حاجة بيقولها هي بتلاقي الرزارة بتقولها بعد كده إحنا حاسين إنه إحنا يعني هو بيأكز على القيم على القيم السلوكية على الأخلاقيات وده مهم جدا بالنسباله أهم من عملية تعليمية هو متابع متابعة جيدة جدا لكل صغياء وكبيرة هو بتواصل معنا هو بنفسه كبيرا في مشاكلنا تيلفونه مكتوح مش مقفول مش زي أي حد من أصحاب المدارس هو لما بيبقى فيه مشكلة بتوصله هو بيبدأ يناقشها علميا وسلوكيا وأقلاقيا ويناقش مع التيتشر بلاس بقى السمارت زي ما حضرته بيقول بلاس نظام التابلت إحنا نقعط إنه هو طبعه قبل الوضعب حوالي 4 أو 5 سنين في نايل جاردن يعني إحنا دايما كبيرا أنت بنقول ميستر نصر السلامة هو سابق العصر ويعني إحنا لنا الشرف إحنا أولادنا حدوتك في نايل وإحنا عالفين إنه إحنا بنسمع كلام الدكتور دلوقتي وبنسمع كلام المستطف فإحنا عالفين إنه الكلام ده بفعل هو مش كلام ده حاجات بتتحقق بالفعل تمام نشكرهم جدا جدا نمزلوا للتوفيق شكرا لحضرتك مادم ياسمين كانت معنا طيب أنا بلاحظ يا أستاذ ناصر إنه الكتير من الأولياء الأمور بتصلوا ما شاء الله ما شاء الله عنديك الخشب عايز أعرف بس إزاي بتنظموا حركة الاتصال بين أولياء الأمور والمدرسة هل في خطة معينة في جرين سيتي ولا لا هو بس تعقبنا على المادم اللي تكلمت هو فعلا أنا طبقت فكرة التابلت من حوالي خمس سنوات قبل الوزارة ما تطبقها طبقتها في أحد المدرسة عندي في المرحلة السنوية وكانت مفيدة ونجحة جدا جدا المادم بتكلم على قناة الاتصال إحنا عندنا أكتر من قناة اتصال بين المدرسة وبين أولياء الأمر تبدأ من اللينك بوك فيه لينك بوك مع الطالب مع كل طالب بيكتب ريماركز بتاعة التيتشر كل يوم لو فيه أي حاجة بتكتب للبيرانت ونفس الشيء لو فيه أي ريمارك عند البيرانت بتكتب للتيتشر ويوميا التيتشر لازم يراجع الكلام ده طب المشكلة لو فيه مشكلة واتبعتت في اللينك بوك والتيتشر ما حلهاش فيه رقم للمدرسة لإدارة المدرسة طب لو المشكلة برضو متحلتش الرقم الشخصي بتاعه مع كل أولي الأمور مع كل أولي الأمور وبارد في أي وقت وبقى ساعت لو أنا مشغول بقولهم طب ابعتوا المشكلة على الواتساب وفورا مجرد ما تتبعيت على الواتساب ببعتها على الإدارين اللي معايا في نفس التوقيت وتانيهم حقق فيها بنفسي يعني عندك لجنة معينة خاصة متخصصة في الموضوع ده بالتواصل الإدارين اللي معايا بس الأول بنبدأ باللينك بوك ما تتحلتش بتتصعد لحد ما تتوصلي أنا شخصيا وابدأ بقى يعني أحاسب معلش يعني اللي ما ردتش على الموحلة مشكة من البداية يعني أشوف ليه ما تتحلتش من الأول لذلك كل البيانس رقم الشخص وهو رقم واحد مع كل البيانس ده صدع علي بس أنا شخصيا ببقى مطمئن إن كل الأمور يعني كنترول بالنسبالي أمور مشرف عليها شخصية آه يعني اللي بتتحل قبلية خلاص مطمئن لأن اللي تتوصلي دي معناها أنا هي يعني ما تتحلتش مع أول مرحلة أو تانية مرحلة وأنا هتبقى مرحلة التالتة يبقى لازم أتدخلنا بنفسي وإن شاء الله يعني وموضوع الجانب السلوكي والأخلاقية فعلا يعني الحمد لله في مدارسي حطت رولز معينة يمكن عندنا يعني المخاطر اللي بتحيط بأولادنا من الموبايل أو التابلت أو الحاجات دي والنت وطبعا الصورة اللي قامت يعني إحنا طبعا أنا مانع الموبايل نهائيا مع الطالب في مقصر ممنوع نهائيا ممنوع ممنوع نهائيا إن الطالب بيجي معه موبايل ولو اتماسك بموبايل بيتحفظ عليه في المنصر لما يجي البرانت يستنعه بنفسه ويمضع لإقرار المشاريع يبعثه تاني النحية السلوكية مراقبة تماما أي خروج عن اللوايح بيتم توقيف الطالب والتحقيق معه وإعلام البرانت بالمشكلة اللي اتعاملت ولو اتكررت بقى فيه كلام تاني وفيه تصعيد إداري تبقى طبعا اللوايح الوزارة اللي منازل حالنا تمام دكتور فاتر أنا حفظ في قطة أولياء الأمور إن هي نقطة مهمة جدا يعني عن تعاون المدرسة أو البيت مع المدرسة إزاي ممكن نشجع أولياء الأمور والأهل في البيت على التعاون أكتر مع المدرسة أنا بلاحظ بعض الأحيان إنه بعض أولياء الأمور ما بيهتمش للموضوع المدرسة أو سيبين الطفلة أو الطالب في المدرسة وخلاص هي تكون كفيلة بالتربيت وتعليم وهو مالوش دعوة إزاي ممكن يعني نشجع ونزيد من نسبة التواصل ما بين أولياء الأمور في البيت والمدرسة هو إحنا لازم إحنا لنجذبهم يعني لما بيلاقي يعني فيه ناس مركزين طبعا وما فيش مشكلة حتى لو إنه بيبقى فيه يعني سوء تفاهم أو مش فاهمين الموضوع أنا بأعذر الناس دي جدا وعشان كده دايما بحب إن أنا أتواصل وأعمل ويركشافت كتير وأدعي الأولياء والأمور في مجالات كتير وفي كل حاجة بتحصل علشان أشركهم وفاهمهم وعلى فكرة هو الوعي عندهم يعني زاد عن زمان فهم بس بيبقلقني لإنهم مش فاهمين الموضوع بيوصل وتمام وبيبقوا معايا وبنشارك بعض وبنرتاح كلنا وفي الآخر الراحة دي بتعود في الآخر لمصلحة الطالب عشان ما يحسش إنهم متشتت ومشدود من هنا ومشدود من هنا فكلنا نبقى يعني فيه كده تكامل كده وتجانس في الموضوع كل الناس اللي مش بتبقى مهتمة أنا بجذبها أنا ببقى لازم أعمل لها عامل جذب الجذب دايما إن أنا لازم أنا هتسل بي وحفظة اللي بعاتله في حاجات وبعاتله الحاجات اللي ابنه بيعملها وطبعا فيه ويبسايت اللي هي اللي حضرية كنت تتكلم عليها دي البرنامج دا أنا بشرك الأهل معايا بدلهم باسورد اللي هو يقدر يدخل على صفحة ابنه يشوف بيها الريكورت بتاعه التسكات مشاطات التكليمات كل حاجة إذا كان عمل براجرس إذا كان في حاجة واقع فيها فعايزين نشتغل عليها فهو ببقى شايف كل الكلام دا اللي هو طبعا اللقاء الدوري مع الاجتماع أولياء والأمور فأنا بجذبه وممكن لما بقى لقي حده وده بصراحة نادرا يعني ما قابلتهش حد بقى اللي هو مش متابع خالص الموضوع معايا فعلا سايب الولد تماما ما بدلوش الريكورت بتاعه وبقول له آخر السنة ابنك مش هيتنقل السنة اللي جاي لما تيجي تقعد معايا واتقابلني تمام فخلاص بقى هنا بقى يعني ممكن تقريبا حصلت مرة بصراح لكن غير كده لا بيبقوا متجاوبين ومتفاهمين ومتفاعلين وبس أضيف حاجة بسيطة أنا مش عايزاهم يشغلوا نفسهم بالأكاديميك يعني بالواجبات بكذا دي وظفتي أنا دي مهمتي أنا كمدرسة بس يتابعوا معانا انتصال بس من مستراندا أعتقد مدرسة في المدرسة عندك مستراندا صباح الخير صباح الخير مستراندا صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور صباح النور أنا مش رندا شغالة مع مستراندا بقالي عشرين سنة بلاس المانا بيرانت عنده في المدرسة ولازي الثلاثة ما شاء الله معايا في المدرسة بتوجه بالشكر لي أولا أزا بيرانت إن هو فعلا مدير مدرسة عارف يعني إيه يحافظ على أولادنا يحافظ على سلوكياتهم يحافظ على مستوىهم التعليمي بيحافظ عليهم بشكل إن إحنا بعد ما بنخرج من المدرسة بتبدأ للأولاد ماشينا على نفس الروز اللي إحنا بنعلمهم في المدرسة محافظ عليهم بالشكل اللي مخليهم مش حاسين إن هم حد شغال في المكان زيهم زي بقية الولاد ودي حاجة هو علمهننا إن أولادنا زيهم زي بقية الولاد مش فقدين أي إكسبشن زيهم زي مخليهم قادرين إن يعتمد على نفسهم مش معتمدين إن مومي معايا في السكول بقى وإن أنا أعمل حاجات غلط وهلاقي اللي دافع عنه هو علمنا كده لإن هو كان بيعمل كده مع أولاده اللي كانت ستيودن سبط لو هتكلم بقى أنا كحد شغال معاه أنا بتوجهه بالشكر جداً تعلمت على إيده حاجات كتيرة جداً جداً حلوة تعلمنا في الشغل إزاي نهتم بالجانب السلوكية والعلمية وإزاي نهتم بإننا نتابع الولاد الضعاف مثل ناصر عمل في المدرسة كورسس للضعاف فور فري الكورسس دي بنشتغلها علمنا إزاي نعمل لها تيبل والكورسس دي نتابع كل الولاد الضعيفة دورينج ذا بريك ونشتغل معاهم علمنا إزاي نشتغل في الأكتيفيدز ونبتدي نكتشف مواهب الولاد ونطور من مواهبهم ونكتشفهم اكتشفنا إن عندنا أولاد شعرة وولاد فنانين في الرسم وولاد عندهم مواهب الإلقاء عندنا ولد اسمه ساجد ساجد دا الرئيس السيسي مكرمه في حفلة ليه الولد دا في برايمير سيكس تم اكتشافه من وهو في كيجي وده المدرسة دعمته من خلال مصفادة ووكيلة المدرسة دلوقتي المدرسة دعمته وفيدل مكمل ما شاء الله معينا لغاية دلوقتي لغاية ما رئيس السيسي كرمه كان عندنا مسابقتنا متميزة يجيزة دي مسابقة بتبقى في اللاين الصبح اشتغلنا عليها وكانت حلوة جدا كانت عبارة عن مسابقتنا بين سو كلاسز كل يوم وطلعت عندنا مواهب كتير جدا وكانت حلوة قوي والولاد فرحوا جدا بشتراكهم فيها انا بحب اشكره علمنا ازاي نحفظ على الولاد اللي تحت ايدنا علمنا ازاي نبقى امهات للولاد ان احنا مش بنتعامل كأننا مدرين او مدرسين بنتعامل اول حاجة كام ان انا اللي قدامي ده بربيه انه يطلع انه يطلع انسان صالح يكمل في المجتمع يستكدنا في يوم الايام باننا علمنا وربناه الاستوب الاول ليه مش العقاب الاستوب الاول ان احنا بنقعد مع الولاد ونسهمهم ونوعيهم ونحفظهم بعد كده المواضيع بتمشي بقى بستيبس لغاية ما نوصل لمرحلة العقاب بقول العقاب برضو بيبقى ليه لامت يعني العقاب عندنا ما بيبقاش بالشكل القاسي يعني وده كله ضنايا على تعليمات فانا بشكره شكرا 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 انا بشكرهم جدا جدا طوعا على الشكر بتاعهم ليه بس هي ذكرتني ببعض النقاط فعلا انا عامل في المدرسة كورس فور فري للاولاد اللي هم محتاجين تقوية بدل ما يلجأ البيرانت لدروس خصوصية لو تستنزفه احنا كل التيتشر بيراجع المستوى الاولاد اللي عنده في كل كلاس لو فيه مثلا اثنين او ثلاثة محتاجين احنا بندهم كورس فور فري اثنين البريك من مع التيتشر بتاعته لعشان نقويه في المادة اللي هو ضعيف فيها فدي خدمة فعلا بتقدم لأولاد الامور مجانية الديحية الحاجة التانية احنا مجهزين عندنا كمبيوتر لاب والساينس لاب وكمان في جرين سيتي انا حاطت فونيتيك سي لاب ده حاجة برضو جديدة لسه لو ما عمل صوتيات عشان النطء الصحيح باللغات الاجنابية طيب انا عايز اتكلم في حتة مهمة كدا برضو في العملية التعليمية والتربوية في المدارس الحتة دي احنا اتناقش فيها قبل ما ندخل للستوديو الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية ازاي؟ هل هي متميزة في مدرسة جرين سيتي؟ احنا عندنا بنركز على الأنشطة زي ما بنركز بزبط على المواد الدراسية لان احنا بنعمل لينك بين الأنشطة وبين المادة العلمية نفسها كل الجوانب الخاصة بالأنشطة بتتنفس في المدرسة وعلى اعلى مستوى وكل التجهيزات اللي بتطالب ايا كان سواء كان أنشطة خاصة بالمهارات الفنية زي الميوزيكا زي الكمبيوتر زي البي اي زي المهارات الرياضية او خاصة لها علاقة بالمواد الدراسية يعني بتعمل بروجيكت مثلا عن الكلرز الالوان مثلا في الكيجي بالأولاد بيجيبوا في اليوم ده بنعمل اليوم لكلرز مثلا ييلو داي بيجي البسو تشيتات لونها ازرق بيجيبوا حاجات لونها ازرق بيلوينوا اللون الازرق ده ييلو داي الطفل لما يعيش في اليوم ده ويلون بنفسه اللون ده عمر ما ينسى المعلومة زي كده فبنربط الأنشطة بالمواد الدراسية بشكل مباشر وبنتبقها الحمد لله كويسا دكتور فاتن أرجع على نقطة الأهل دايما الأهل والبيت والمدرسة هل بتشوفي أنه من المهم أنه إشراك الأهل في الأنشطة المدرسية بتاعت الطلاب يعني هل ممكن الواحد يعمل اليوم خاص يخلي الأولياء الأمور يجوا للمدرسة ويشاركوا الطلاب الأنشطة دي الترفيهية أو التعليمية وإزاي؟ آه طبعا ده هو بتبقى حاجة يعني هو بتبقى حاجة مهمة جدا على فكرة لأنه هم بيتعاملوا مع بعض بقى أنه هم كامباتتورز يعني في نوع من المنافسة كده بينهم بين الأهل وبين الولاد إشراكهم على فكرة فيه كامبات أنا ممكن بطلعها فيه كامبات للولاد لوحديهم فيه كامبات بسمح للأهالي أنه هم يطلعوا معاهم والناس القائمين على الكامب هم بيبعارفين إزاي يديروا الموضوع بحيث أنه هم وممكن يكونوا طول السنة الناس دي مش عرفها تقعد مع بعض أو ما بيقضوش وقت كفاية فأنا بسمح لهم يعني بحاجة زي كده بيخليهم بتشجعهم إن هم يعودوا مع بعض وقت زيادة يعملوا اكتيفتيز أنشطة كتير مع بعض دي بالنسبة للحاجات هي ما تبقى أشتر فيها 100% هي لازم بيبقى دخلها جزء كبير يا إما هيبقى عائد على الأسرة توجيهي تربوي ومين لي تربوي؟ يعني مش لازم يكون تعليمي لأن طبعا ده لي موضاتي حضرتك أحب أضيف عليها حاجة إحنا بنعمل سبورتز دي كل تيرن يوم رياضي بندعو فيه مجلس الأباء بيشترك معنا وفي بعض المباريات الرياضية مع الاسطاف يعني بيشوفوا في الأول الماتشات والمسابقات بين الطلبة وبعضيهم وبنعمل ماتش بين الاسطاف الرجالة في الفوتبول مثلا كورت القدم وأولا الأمور بيشكلوا فريقا بالضبط فيه يوم مثلا قدام الطلبة يعني حتى فيه يوم مثلا الكوكينج يعودوا بقى مثلا هنعمل هذا معجنات مثلا ممكن بقى بيتزا فاستا حاجة زي كده فيه حد بقى عنده من الولاد مثلا اقترح حاجة معينة اوكي واي نوت بنعملها برضو والأهالي وبيجوا يتبخوا مع بعض ويعملهم مع بعض وبعد كده بتبقى هي ده ده زي بقى الديش بارتي في الآخر كل مجموعة كل جروب عمل حاجة نقعد كلنا مع بعض وندوق بقى من بعض وشوف ده عمل ايه فهي المشاركة في كل حاجة هي بتبقى حاجة ليها طبعا يعني مميزاتها الرهيبة وفي نفس الوقت بيحسوا انه ده فعلا بيتهم التاني يعني وبعدين هو ده بيطبق بالفعل عند مستر ناصر في مدارسه فهو يعني حد بجد مميز مش كتير بتلاقي يعني اتمنى انه النماذج دي تتكرر لانه هترتاح هتتطمن على الاقل على ابنك انه هو في ايد امينة فعلا اخلاقيا وتعليميا ونفسيا وشخصيا انت في الاخر بتطلع يعني شخصية تقدر تتعامل خلاص مع العالم الخارجي كما يخرج من المدرسة ما يتجمع دي يعتبر بداية العالم الخارجي يبقى مؤهل انه هو يبقى جزء لا يتجزأ من العالم تمام تمام طبعا قبل ما اختم الفقرة يعني الحديث معاكم ممتع جدا صراحة على المجال التربوي والتوجيه والأسر والعائلات والأطفال بس احبب اسمع كلمة اخيرة من حضرتك وكلمة اخيرة من الدكتور فضل لأستاذ نعصر زي ما قلت في الحديث بتاعي ان العملات التعليمية عملية امانة وضمير بتبدأ من صاحب المدرسة لحد اصغر موظف في المدرسة لازم يعرف ويقتنع ان دي وليل امر ساب ابنه او بنته امانة في ايدينا حافظ عليها ما ينفعش ابدا حتى لو في مشكلة بين طالب وطالب ان انا اظلم طالب بحساب طالب اخر المساواة وتكافؤ الفرص هو اساس شغلنا والامانة والضمير اساس شغلنا هو امانة في كل مجالات الحياة لكن انا بتكلم عن مجال بتاع المدارس اتمنى ان كل مدارس الدنيا تبقى ماشية بهذا ان شاء الله دكتور فاتن فضلوا اه هو يعني انا بس بحب طمن يعني الاهالي وهما يعني اللي عرفوا مستر ناصر واردي موجودين في المدارس عارفين الامور هتمشي ازاي والنظام هيبقى متطبق ازاي عموما الناس بقى اللي لسه ما تعرفش او يعني بتسمع عن الموضوع جديد احنا ان شاء الله يعني هو ده اللي احنا ده 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 توجهتنا وهي ده اهدافنا اولا ان احنا نعمل فعلا يعني مش هقول نقلة نوعية بس نعمل نحط بصمة في موضوع الامريكان وقال حتى البريتش لانه هي كلها تطبيق يعني الطرق الحديثة في التعليم يعني لتطبيق المناهج او يعني يبقى عندنا عملية متكاملة فكرة السابورت او الدعم الاكاديمي للولاد اللي عندهم صعوبات تعلم ده جزء لا يتجزأ برضو من الخطة بتاعتنا في الانترنشن برضو مستر ناصر عدي بيعملها في المدارس التانية كنوع من الدعم والولاد اللي عندهم مشكلة في حاجة او كده ده هيبقى قسم اساسي لانه الولاد اللي عندها learning difficulties او صعوبات تعلم لا موجودين وموجودين بنسبة مش قليل فده هيبقى متوفر لهم حاجة زي كده داخل المدرسة لان انا عارفة قد ايه الناس بتعاني علشان تقدر توصل بولادها لبرى الامان في الموضوع ده كمان انه حاجة اخيرة انه طبعا عشان نقدر نعلن وزي ما بتقول حدك مشاركة الاهل في موضوع زي كده احنا هنعمل فعلا يوم open day يوم مفتوح يحضر فيه كل الناس اللي حابة ان هي تقدم للولاد حابة ان هي تتعرف على مدرسة جرين سيتي هتقدم ايه جديد مميز عن باقي المدارس او هتعمل ايه في المجال ده بما انه في مدارس كتير بتفتح international طب انا فين يعني من الناس دي هعمل ايه بالزبط هنعمل لهم invitation وهنعلن على السوشيال ميديا على صفحة المدرسة بندراسة احنا بنعمل التحضيرات وان شاء الله هنعلن في خلال اسبوعين ثلاثة عن يوم الافتتاح والتقديمات وإيه اللي ممكن نقدمه في المدرسة وهيبقى يوم رياضي وترفيهي وأكاديمي يعني هيبقى يوم ان شاء الله متكامل فرصة ان احنا نتعرف على الناس دي ونجاوب على كل اسئلتهم ونطمنهم وفرصة كمان ان هم يجوا فعلا يشوفوا ان فيه تجربة لا رائدة انا بعتبرها تجربة رائدة في مصر وكانت فرصة سعيدة ليا جدا من نألتك بحضرتك دكتور فاتن شهيني متخصصة في تطول المناهج التربوية شكرا جزيلا لحضرتك انا متشكرة جدا لحضرتك وانا سعيدة جدا باللقاء والاستاذ ناصر سلامة رئيس المجدس إدارة مدارس جرين سيتي الدولية مرسي جدا لوجودك معنا المهار مشاهدينك كرام بعد الفاصل فقرة الأبراج ابقوا معنا وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدين الكرام وأكيد كلكم مستنين فقرة الأبراج طبعا أرقام التليفون الظهر أمامكم أسفل الشاشة بإمكانكم مكلمتنا وتصل بينا وسؤالنا عن أي مولود أو أي تاريخ ملاد تحبوا تعرفوا أي أخبار في الفترة دي اللي هي فترة مواليد بورج الحوت كمان بإمكانكم متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك حياتي مع طارق السعود تعملوا لايك وتسألونا أي سؤال هناك وحنا هنرد عليكم بالتأكيد بما أنه احنا تكلمنا في الفقرة الأولى عن التعليم والعمليات التربوية والتدريس أحب أن أتكلم شوية عن المهن المناسبة لمواليد الأبراج هنبتدي مع بورج الحمل الناري المهن المناسبة لي أنه يكون في المهن العسكرية أو المهن المتعلقة بالصناعات الكهربائية والحديد والصلب بالنسبة لبرج التور الترابي المهن المناسبة لي تكون في الفن الشعر الكتابة المزيكة وكمان في السياسة بالنسبة لبرج الجوزاء الهوائي المهن المناسبة لي ستكون في مجال الصحافة والإعلام والتأليف والرواية والمسرح بالنسبة لبرج السرطان المائي المهن المناسبة لي تكون في مجال السياحة والفندقة والمطاعم والتمريض بالنسبة لبرج الأسد الناري المهن المناسبة لي ستكون في مجال الاستعراضات والشو والمسرح والصياغة بالنسبة للدهب والمجوهرات والتجارة بالنسبة لبرج العزراء الترابي المهنة المناسبة لي ستكون في مجالات الطبية والصيدلة بالنسبة لبرج الميزان الهوائي المهنة المناسبة لي ستكون في المجال الدبلوماسي والسياسي وكمان التمسيل والفن بالنسبة لمواليد برج العقرب المائي ستكون في مجال البوليس والتحريات الخاصة والقضاء والقانون بالنسبة لمواليد برج القوس الناري المهنة المناسبة لي ستكون في الأنشطة الدينية واللهوتية والفلسفة وكمان في شركات السياحة والسفر بالنسبة لبرج الجدي الترابي المهنة المناسبة لي ستكون في مجال العقارات والاستثمارات والصناعات باختلاف أنواعها بالنسبة لبرج الدلو الهوائي المهنة المناسبة لي ستكون في مجال الكتابة والرواية والتأليف والرسم والشعر والفن والتمسيل والإلكترونيات بالنسبة لمواليد برج الحوت المائي المهنة المناسبة لي ستكون في مجال التصوير والإضاءة والرسم وكمان التمثيل والمسرح نحن دخلنا في فترة مواليد برج الحوت المائي اعتبارا من يوم تقريبا 19.02 تقريبا أو 20.02 اللي فات وحيبقى معنا لغاية يوم 21.03 اللي جاي أو 20.03 اللي جاي دي الفترة هي فترة مواليد برج الحوت المائي البرج اللي هو آخر الأبراج في سلسلة الأبراج اللي هو يرمز إلى المورائيات إلى الروحانيات الرومانسية الإخلاص التفاؤل المحبة لكن من أبرز عيوب مواليد البرج ده هي العناد والانزواء بعيدا والاختفاء بعيدا لما بيزعلوا معايا أول اتصال سناء من اسكندرية صباح الخير يا سناء قالوا سناء صباح الخير الصباح الخير يا دكتور الصوت بعيد جدا وياريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال تليفون لو سمحتين تفضل يا فندم مرة تانية تاريخ ميلادك عشر اتناشر تسعة وخمسين عندك سؤال محدد ولا معلومة عامة لا والله عايزة معرف كل حاجة عنه حاضر حاضر من العناية معايا سلامة الاسكندرية عشر اتناشر مواليد تسعة وخمسين من مواليد برج القوس الناري الفترة التانية ارقام الحظ هنا هتكون بالنسبة للمولود ده هي واحد والثلاثة الشخصية دي شخصية قيادية جدا محبة الاضواء محبة للشهرة الشخصية دي محبة للسفر والتنقل والترحال ومحبة لامور الفلسفية والرحانية والدينية جدا كمان الشخصية دي بتكون عصبية جدا لكن قلبها طيب مواليد برج القوس الناري شوية عندهم بعض التحديات في المجال العائلي الرومانسي العلاقات العاطفية العلاقات الزوجية والتحديات دي ابتدت معاهم من شهر اتناشر اللي فات ولازلت مستمرة معاهم لغاية دلوقتي للأسف أغلب أنواع المشاكل دي حتكون نهايتها مش حلوة حيكون في انفصال أو فراء ويريت انه يعني ما تكونش النهاية زي كده لكن عندهم بدايات جديدة ان شاء الله بالنسبة للسنة دي برضو عندهم فرص كويسة جدا ان شاء الله في نهاية شهر خمسة وبداية شهر ستة من السنة دي يعني من واحد وعشرين خمسة لغاية عشرين ستة عندهم فرص كويسة بالنسبة للسفريات القصيرة أو للدراسات وكمان في شهر التمانية وشهر التسعة من السنة دي معايا اتصال آخر للأسف فصل الاتصال فمواليد برج الحوت يعني المولود ده يعني مولود رومانسي جدا عاطفي جدا مخلص جدا وافي جدا في علاقات الحب لكن برضو عنده حتة اللي هي اي ان هو بيهرب من المواجهة في بعض الاحيان كمان لما بيزعل لما بيتدايق لما بتحس نفسه مخنوق ما بيحبش يتكلم بيختفي كده وبيبتعد اربع خمس ست يوم بيقعد لحاله مولود كمان مبدع خصوصا في المجالات الفنية زي التصوير زي المسرح الرسم الفن التمثيل كمان من ابرز عيوبه ان هو بيعنت كتير والمود بتاعه مش مصبوط دايما معايا تليفون من ام احمد من دميات صباح الخير يا ام احمد وعليكم السلام ممكن لو سمحت سأل عن تسعة تشر ستة تلاتة وستين تمام تفضلني تمام معلومات عامة ولا سؤال معين عايزة اعرف عن الحالة المادية لو سمحت الحالة المادية ماشي يا ام احمد مسير تصالك ام احمد من دميات تسعة تشتة الف وتسعمية تلاتة وستين وسؤالها كان عن الحالة المادية من موليد بورج الجوزاء الهوائي الفترة التالتة والاخيرة هنا ارقام الحظة ستكون واحد وخمسة بالنسبة للامور المادية الجوزاء بقاله حوالي سنتين او تلاتة امور المادية شوية متلخبطة يعني بتجينه مبلغ فلوس بس بتروح بسرعة مبتجيش مبلغ فلوس كبيرة كمان عنده شوية نوع من الان هو يعني بيدخل في اكتر من مشروع في وقت واحد وباتيه عليه الامور في الاخر لكن ممكن تكون عنده فرص كويسة ان شاء الله اعتبارنا من 21 مارس اللي جاي لغاية يوم 24 ما بين 24 و 25 يحاول انه ما يتخصش اي قرار مصيري فيما يتعلق بيع او شراء او امور مادية لان الفترة دي هتبقى فترة متاعب بالنسبة للمولد بروق الجوزاء لكن اعتبارنا من 21 خمسة لغاية 21 ستة هتكون فترة زهبية بالنسبة له ممكن يحاسن فيها دخله وممكن تكون عنده فرص يعني تكون ممتازة لبيع او شراء بعض العقارات في عندي اتصال اخر اتصال من ام مريم تفضل يا ام مريم صباح الخير سلام عليكم ياريت لو توضع صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون وعشان ارد عليك تفضلي مرسيد فضلي سلام عليكم عليكم السلام فضلي ام مريم لو سمحت ممكن اعرف اتفاة برجي فضلي ممكن تاريخ الميلاد 3011 اي سنة 3011 74 مرسي ام مريم شكرا انتصالك 3011 1974 من مواليد برج القوس القوس الناري الفترة الاولى هنا وعندك رقم 3 متكرر في تاريخ ميلادك عندك 30 هو رقم 3 وعندك رقم 3 هو رقم برج القوس الناري المفروض تكون شخصية محظوظة جدا اكتر من بقية مواليد برج القوس الناري ان شاء الله في الفترة اللي جاية اللي هي ببين 21 و 23 و 24 اللي جاي نكمل على مولود برج الحوت المائي ابرز الابراج المتوافقة مع مولود برج الحوت المائي هي الابراج المائية اللي هي العقرب وايضا برج السرطان كمان الابراج الترابية اللي هي الجدي والتور والعزراء اكتر الالوان المناسبة لشخصية برج الحوت المائي واللي بتجلب له الحظ هي الالوان الفضية البنفساجي الفاتح ومشتقات اللون الازراء بكل مشتقاته كمان يحاول انه ينتبه على اقدامه حتة القدم عنده شوية اضعف نقطة في جسمه كمان عنده فرص كويسة ان شاء الله سنة دي هتكون سنة كويسة بنسبة للامور المادية بالنسبة للامور العطفية ان شاء الله هتكون عنده فرص كويسة اعتبارا الفترة دي فرص كويسة جدا بالنسبة لغاية يوم 21 و 3 كمان هتكون من 23 لغاية يوم 24 أربعة على الأمور المادية هتكون عنده فرص كويسة بالنسبة للمولود برج الحوت بصورة عامة أنا بتكلم في عندنا اتصال ألو أم يوسف فضلي أم يوسف عفوا سناء تفضلي يا سناء أيوة لو سمحت يا دكتور فضلي تفضلي يا سناء أيوة دكتور لو سمحت أنا كنت عايزة نعرف حركة بتقول فيه مساكل كتير في برج القوس فممكن حركة توضحوا لي أكتر ممكن تاريخ الميلاد لو سمعتين عشر اتنشرة تسعة وخمسين عشر اتنشرة تسعة وخمسين عشر اتنشرة تسعة وخمسين مرسي يا سناء عشر اتنشرة اعتقد اتكلمت قبل كده في الحلقة دي سناء برضو عشر اتنشرة تسعة وخمسين آه تمام موليد برج القوس بصورة عامة بقالهم فترة يعني الفترة دي ابتدت تقريبا بوادرها من بداية 2019 يعني من شهر اتنين أو تلاتة لعفين 2019 ابتدت بوادر اللي تكون فيه مشاكل يعني على الصعيد الزوجي في الحياة الزوجية أو الصعيد العاطفي في العلاقات العاطفية ابتدت تظهر شوية شوية لكن وصلت الزروة تقريبا يعني في نهاية شهر 11 اللي فات وشهر 12 شهر واحد واثنين اللي فات وبرضو يعني كانوا اشهر يعني تعبني جدا فيها كتير من التحديات فيها كتير من مشاكل اغلبية تلك المشاكل كان انه بسبب عدم وجود اتفاق مسبق بين الطرفين كان في نوع من الاخلال بالوعود او العهود بين الطرفين حصل كده وكمان احد الطرفين يعني بيكون يعني ودني او بيسمع لأصحابه لأهله اكتر ما بيسمع لشريكه في الحياة لكن ان شاء الله لو في فرصة انه ترجع الامور زي الاول ممكن تكون الفرصة ما بين 21-23 اللي غايت يوم 24 اللي جاي الاشهر ده ممكن تكون شهر كويس كمان ما بين 21-25 و 26 ممكن تكون شهر لحل الازمات العطفية بالنسبة لمولود بورج القوس الناري في عندي اتصال الو في عندي اتصال الو فضلك مع انا محمد فضل يا محمد اهلا وسهلا بك يا فن فضل حبيب اهلا وسهلا بك معك محمد من كفر الشيخ اهلا وسهلا بك الله يخليك انا بس موليد 26-12-89 عايز اعرف كل شيء عن الماديات عن كل شيء بإذن الله حاضر يا محمد مرسية الصالك حبيب محمد من كفر الشيخ موليد 26-12-89 من موليد بورج الجدي الترابي الفترة الاولى ارقام الحظ عندك تمانية يوم 26 هو تمانية اه وعندك كمان اه اللي هو بورج الجدي برضو رقمه تمانية فعندك رقم تمانية متكرر مرتين وده اه بيخليك شخصية معتمد على نفسك في وقت مبكر من حياتك او متحمل المسئولية في وقت مبكر من حياتك الحاجات والامور ما بتجيش معاك بسهولة الا بعد ما تزبط يعني فيها جهد كبير اكتر من المطلوب عشان تاخد على هدفك او تعصى على هدفك كمان الامور المادية والحاجات المتعلقة بالمادة والبيع والشراء كانت بقالها فترة وقفة معاك لكن ان شاء الله 2020 هتكون سنة كويسة خصصا الفترة دي المفروض فيه عندك يا اما اوراء وقفة او حاجات متعلقة ببيع والشراء او وظيفة جديدة او انتقال لعمل جديد او فتح مشروع جديد الفترة دي هتكون فترة مناسبة ان شاء الله ان شاء الله ما بين واحد وعشرين ثلاثة يعني عفوا ما بين عشرين اتنين اللي فات وواحد وعشرين ثلاثة اللي جاي وكمان هتكون عندك فرص مناسبة جدا 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 بين واحد وعشرين ستة لغاية يوم عشرين سبعة اللي جاي برضو في عندي اتصال اخر استاذ ابراهيم اتفضل استاذ ابراهيم صباح خير يا استاذ طارق انا بحييك طبعا وبشكرك على هذا البرنامج الهادي في البرنامج الناجي مرسي حضرتك يا فترة وان شاء الله موسم موفق معك يا استاذ طارق ربنا يخليك استاذ ابراهيم استاذ طارق انا موليد ١٨٠ برج الدلو تمام وأنا مش عارف الدنيا معي مش مستطيع اي سنة لو سمح اه فأنا بس عايزك تشوف البرج الدلو يعني اي سنة لو سمحت التمشار اي سنة آآ ستة وسبعين ستة وسبعين عايز تقرف يعني معلومات عامة عن البرج بصورة عامة او يعني انا شايف ان الدنيا يعني كده وقفة شوية فأنا بس عايز اعرف يا مسهل يا رب إن شاء الله تمشي معك كل حاجة مرسيه سأزوب الرحيم مرسيه تصارك 18-2-1976 حدثتك من مواليد برج الدلو تقريبا يعني آخر يوم في برج الدلو أو من آخر يومين في برج الدلو فأنت وقت شوية برضو من الحوت 18-2 من مواليد برج الدلو الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظة عندك هنا هتكون أربعة وتمانية وتسعة أنت شخصية شوية عصبية أكتر من بقية مواليد برج الدلو شخصية بتندفع شوية في بعض الأحيان وبترجع تندم شوية بسبب الضغوط النفسية والعصبية اللي بتمر فيها تمام مواليد برج الدلو من 2017 من نصف 2017 وكل 2018 وكل 2019 الأمور عندهم متلقبطة خصوصة على صعيد العمل والأمور المادية يعني بتيجي حاجات بسيطة وبتروح ما بتجيش حاجات أو مشاريع كبيرة ممكن واحد يتأمل أنه يحوش منها فلوس أو مثلا يعمل حاجة منها أو يعني يستند عليها لكن مع نهاية السنة اللي فاتت 2016 ابتدت الفرص بتكون شوية أحسن ابتدت نحس بانفراج شوية بسيط كان برضو شهر واحد السنة دي شهر متعب جدا خصوصا على الصعيد الصحي كان في بعض اللعكات الصحية عندك شهر اتنين كان شهر واحد في حاجات كتير لكن برضو مش أكتر من وعود يعني ما فيش حاجة حققت لغاية دلوقتي للأسف للأسف موضوع العراقيل والعقبات في موضوع العمل والأمور المادية مستمر معاك شهر الثلاثة برضو فلغاية يوم عشرين ثلاثة واحد وعشرين ثلاثة بعد كده لما تنتقل الشمس لبرج الحمل هنحس شوية بطاقة أكتر هنحس شوية باندفاق أكتر نحو الحياة وحتجينا فرص كانت متأخرة على لنا احنا مستنيين حاجات كتير من مواليد بورج الدلو مستنيين حاجات كتير بتيجي لكن لسه متأخرة شوية ومطلوب بنا شوية صبر أكتر احنا صبرنا كتير برضو بس مطلوب بنا شوية صبر أكتر لكن ان شاء الله بعد عشرين ثلاثة الأمور هتنفرج وان شاء الله السنة دي برضو هتبقى سنة كويسة جدا لمواليد بورج الدلو الهواء بصورة عامة في عندي اتصال آخر من أم يوسف فضلي يا ميوسف صباح الخير أم يوسف صباح الخير للأسف انقاطع الصال مع أم يوسف معايا إنجي صباح الخير يا إنجي أهلاً فضلي أنا مواليد سبعة احداشر تمانية اتنين وتمانية سبعة احداشر بسهل على الارتباط والعطف اتنين وتمانية اتنين وتمانية سبعة تمام مرسي يا إنجي سبعة احداشر اتنين وتمانين من مواليد بورج العقرب المائي الفترة التانية هنا أرقام الحظة عندك تسعة وسبعة انت شخصية ممتلكة للحدث بتحسي بالأشياء قبل ما تحدث أحلامك بتحقق بتحسي بالخطر عندك فراسة في يعني فهم الناس بسرعة من خلال وشوشهم من خلال عيونهم بتقريهم كويس عندك إن شاء الله فرص كويسة على صعيد الصحة والأمور المادية إن شاء الله في الفترة دي بالضبط اللي هي فترة بورج الحوت لغاية يوم 21-23 في فرص كويسة إن شاء الله وكمان حتكون فرص كويسة من 26 لغاية 27 حتكون فترة بورج الزرطان حتكون فترة برض كويسة جدا على الصعيد المادي والعمل والصحة في عندي اتصال آخر مونة من اسكندرية مونة صباح الخير يا مونة صباح الخير يا مونة يا ريت لو توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون لو سمحتي عشان أسمعك بوضوح تفضلي حضرتك صباح الخير صباح النور أخبار اسكندرية أي معاك الحمد لله كويسة الحمد لله فضلي يا مونة أقول لحضرتك أنا 22-1-73 تمام عايزة رفع أعرف الصحة والمال الصحة والمال حاضر مرسي يا مونة من اسكندرية مونة 22-1-973 من موليد بورج الدلو الهوائي الفترة الأولى أرقام الحظ هنا عندك أربعة في أربعة في تمانية حياتك مفاجآت فيها كتير قوي فيها انتقالات كتير قوي فيها تغييرات كتير قوي دايما عندك مفاجآة يعني يومك ما بيعديش من غير حاجة مفاجآة في اليوم بالنسبة للصحة والأمور المادية الأمور المادية بقالها فترة شوية يعني شحيحة ووقفة لكن إن شاء الله بعد نهاية شهر الثلاثة حتمشي شوية مش بامتياز بسا حتمشي شوية لكن إن شاء الله في النصف الثاني من 2020 حتكون ممتازة إن شاء الله بالنسبة للصحة فيه ممكن تكون يعني إجراءات جراحية أو تداخل جراحي في منطقة الساق والركبة الأدم وكمان ممكن تكون عندك في الكلة وأسفل الظهر بعض المشاكل البسيطة لكن إن شاء الله هتعدي منها بسلام إن شاء الله وحتكون فرصة مناسبة لك على صعيد الأمور الصحية برضو من 21-23 لغاية يوم 24 لو تحبت يعني تعملي أي إجراء جراحي في عندي اتصال آخر أحمد تفضل يا أحمد صباح الخير صباح الخير يا فندم فضل حبيبي معك أحمد عباس العكرم من السويس أهلا وسهلا بك وقالها للسويس يا ربي يخليك يا فندم أنا سعيد برقاء ساعدك والله ربنا يخليك تفضل يا فندم تاريخ مدد تلاتاشر خمسة ألف سعوية وحد ستين واحد ستين أيضا تمام عزاء رب بورج صادر يعني عندك سؤال محد ولا معلومات عامة لا معلومات عامة عن بورج بتاعي وحياتي كده إن شاء الله ماشي حاضر يا أحمد مرسيد إيصالك يا فندم أحمد من السويس تلاتاشر خمسة ألف سعوية واحد وستين من مواليد بورج التور الترابي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظة عندك أربعة وستة أنت برضو عندك مفاجآت كثيرة أوي في الحياة لكن التور هو بورج شوية ستيبل بورج هادي بورج شوية بطيء في اتخاذ القرارات لكن أنت عندك مفاجآت كثيرة أوي دايما بتحصل لك وبتقبلك على اتخاذ قرارات سريعة من أبرز عيوبك اللي عينات شوية وكمان عندك إن شاء الله فرص كويسة جدا على صعيد الأمور المادية على صعيد الأمور العقارية بيع شراء عندك حاجات معينة أو متلكات معينة الفترة دي مناسبة جدا لغاية يوم 21-3 اللي جاي وعندك فرصة كويسة جدا من 24 لغاية يوم 21-5 وتجنب اتخاذ أي قرار مصيري تجنب اتخاذ أي قرار مصيري بخصوص بيع أو شراء أو توقيع ورق معين في الفترة ما بين 21-3 لغاية يوم 24 الفترة دي هتكون فترة فيها شوية نوع من التحديات وفترة متاعب بعد 24 إن شاء الله حتبقى الأمور إن شاء الله معاك كويسة معايا اتصال آخر نور تفضلي يا نور أم يوسف تاني أم يوسف تفضلي يا أم يوسف الخطوط ما شاء الله يعني اتصالات كتير مشاهدين الكرام وأرجو أيضا متابعة صفحة البرنامج اللي هي حياتي مع طرق السعود على الفيسبوك وأنا مستعد للرد على كل أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله على الصفحة حياتي مع طرق السعود على الفيسبوك معايا أم يوسف تفضلي يا أم يوسف طبعا خير تفضلي التاريخ 29-11-89 29-11-89 سؤال محدد ولا معلومة عامة للأسف نقطع اتصال أم يوسف 29-11-89 من موليد بورغ القوس الناري الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون 2-3 المولود ده هيكون شوية حساس أكتر من بقية موليد بورغ القوس الناري شوية هيكون شخصية مزاجية متقلبة إلى حد كبير أو شخصية طيبة جدا في التعامل مع الناس وكريم جدا في التعامل مع الناس لكن شخصية برضو عصبي ومندفع يعني بيحب السفر بيحب التنقل والترحال والتعرف على ثقافات جديدة عندهم بعض المشاكل والتحديات شوية على الصعيد العاطفي على الصعيد المالي وعلى الصعيد الزوجي والحياة العائلية يأما في البيت مع الأم والأب أو مع الزوج والزوجة مع الخطيبة أو الخطيبة شوية نوع من التحديات بقالها فترة معاهم هتكون مستمرة للأسف لغاية يوم 21-3 بعد يوم 21-3 إن شاء الله هتكون فرص كويسة جدا لإصلاح أي خلافات ممكن تكون حصلت في الفترة دي فمطلوب بنا إحنا نتجنب المواجهة عشان ما يبقاش أي نوع من المواجهات العنيفة وإن شاء الله بعد 21-3 حتكون فترة مناسبة جدا لإصلاح الخلافات معايا تصال آخر سعد الفضل يا سعد اه ايومين معي ما فضل الو فضل حبيبي تعال هو الفضل حبيبي دلوقتي حدثك أنا برن على حد شخصي عني مش عارف أنه إلا حصل طيب مرسيح حدثك يا سعد مرسيح شكرا شكرا يا سعد برن على شخصه مش عارف إيه اللي حصل طيب داخل برضو خطوط التليفون مع خطوط الكواكب والأبراج ونرجع لموضوع برج الحوت المائي أبرز المهن المناسبة لمولود برج الحوت المائي هي المهن المتعلقة بالتصوير المسرح والحاجات الفنية أبرز الأبراج المناسبين ليه والأبراج المائية اللي هي السرطان والعقرب والأبراج الترابية اللي هي الجدي والتور والعزراء للأسف انتهى وقت الحلقة مشاهدينا الكرام ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي ما تنسوش متابعة صفحة البرنامج حياتي مع طارق السعود على الفيسبوك وأنا حرد بنفسي على كل أسئلتكم واستفسراتكم أشوفكم إن شاء الله يوم الأحد اللي جاي ومع ألف سلامة